التقى وزير الخارجي وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عواط بن بارك في يد سبابا عدد من قيادات وعيان الجالية اليمنية في إثيوبيا مستمعا منهم إلى جملة من القضايا المتعلقة بالنشاطات التي تقوم بها الجالية اليمنية لإبراز الوجه الحضاري للإنسان اليمني ووصف وزير الخارجي زيارته الحالية إلى إثيوبيا بالناجحة والمثمرة مؤكدا لانعكاس نتائجه على مستوى العلاقات التي تربط البلدين بما فيها تلك المتعلقة بمنع مزيد من التسليلات القنصلية ونوى برعاية كبيرة التي تقدمها الحكومة الإثيوبية لابناء الجالية عموما والتي تعد انعكاسا طبيعيا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين ترجمة نانسي قنقر